رئيس عبدالفتاح السيسي كان له اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين ده لمناشط المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وإصرح السفير بسام راضي المتحدد باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة وكذلك مشروع تنمية سيناء وجه السيد الرئيس بالتوسع في تلك المشروعات لما لها من مرضود غدائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومي للبتلو بمقدار مليار جنيه